نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لطائرة من طراز سوخوي 35 وهي تنفذ غارة جوية في أوكرانيا قالت مصادر في لوغانسك بإقليم دومباسا إن القوات الأوكرانية استهدفت مستودعا للنفط أفاد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تعتقد أن الهجوم الروسي على أوديسا بات وشيكا المسؤول العسكري أشار إلى أن قرابة 95% من القوات التي حشدتها روسيا على الحدود باتت داخل أوكرانيا محذرا من أن القوات الروسية تواصلوا جهودا للتقدم وعزل كيف وخاركوف وتيرنيهيف عبر الشمال والشرق وأضاف البنتاجون أنه لا يمكن تأكيد التقارير بشأن استخدام القوات الروسية دخيلة عنقودية وأسلحة فراغية لكن في المقابل شدد على أن أنظمة الدفاع الجوي والصاروخية الأوكرانية لا تزال فعالة المزيد من التفاصيل تنضم إلينا من موسكو موفدة الشرق ديالا الخليلي ديالا هناك أعلان لوزارة الدفاع الروسية قالت أن قواتها أوقفت صباح اليوم إطلاق النار وفتحت ممرات إنسانية في عدد من المدن الأوكرانية ما التفاصيل لديك وماذا عن التطورات الميدانية نعم اليوم الساعة الحادية عشر بتوقيت دبي فتحت أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتح ست ممرات إنسانية لإخراج المدنيين والطلاب الأجانب من أربع مناطق وهي كيف مريوبل خاركوف وسومي حيث في مريوبل هناك ممرين إنسانيين وفي سومي أيضا ممرين إنسانيين وهنا أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن على الجانب الأوكراني الالتزام بجميع الشروط الموضوع من قبل روسيا وأشارت أن هذه المرة لم تتمكن كيف من خرق هذا الاتفاق الذي تم توصل إليه بطلب فتح ممرات الإنسانية جاء بطلب من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي عقده مع نظيرها الروسي فلودمير بوتين أمس وأشارت بأن وزارة الدفاع الروسية أو طائرات مسيرة ستقوم بمتابعة بمراقبة هذه الممرات الإنسانية وعمليات الإجلاء والمعلومات التي ستكون موجودة سيتم نقلها إلى منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والصليب الأحمر ومنظمات دولية أخرى يعني الآن تصلنا معلومات أن نائب رئيس الوزراء الأوكراني هناك تصريحات بأن كيف ترفض هذه الممرات الإنسانية لأن بعض الممرات الإنسانية سيتم إخراج المدنيين منها باتجاه بيلاروسيا ومن ثم إلى روسيا والجانب الأوكراني كما قلت نائب رئيس الوزراء الأوكرانيا يعلن رفض الجانب الأوكراني لهذا الأمر ويقول بأنه لا يجوز هذا الأمر أيضا ضمن هذه التصريحات من الجانب الأوكراني فهي تطالب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى بنقل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بفتح حسب الجانب الأوكراني بفتح ممرات إنسانية حقيقية يعني الجانب الأوكراني يرفض أن يتم إجلاء المواطنين عبر بعض الممرات إلى روسيا بل هم يرغبون أن يتم إجلاء المدنيين إلى داخل أوكرانيا أو خارج أوكرانيا وليس إلى روسيا كذلك حتى اللحظة لا يوجد أي خرق لهذه التهديئة هناك كان تصريح قبل قليل لوزارة الدفاع الروسية التي أشارت خلالها أن العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة وأن القوات الروسية تمكنت منذ بدء العملية من تدمير نحو 2400 منشأة للبنية التحتية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية كذلك أشارت وزارة الدفاع إلى أن قوات دونياتسك منذ أيام تضيق الخناق على مدينة ماريوبل وأمس حسب وزارة الدفاع الروسية عندما دخلت قوات دونياتسك إلى أحد الشوارع في ماريوبل هي واجهت القوميين الأوكران الذين كانوا يحمون أنفسهم ب150 مدني كدروع يستخدمون هؤلاء المدنيين كدروع بشرية سقط هناك عدد من الجرحة لكن تمكنت القوات من إجلاء هؤلاء المدنيين وقبل قليل وصلت هناك معلومات بأن الوفد الروسي غادر روسيا الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الجانب الأوكراني غادر روسيا متجها إلى بيلاروسيا للانخراط في الجولة الثالثة من المحادثات بين موسكو وكييف حسب المعلومات بعد وصول الوفد الروسي ننتظر معلومات عن تحركات الوفد الأوكراني لكن حسب المعلومات التي وردتنا خلال الأيام السابقة فمن المرجح أن تعقد الجولة الثالثة اليوم وبما أن الوفد تحرك نحو بيلاروسيا فقد تعقد خلال ساعات هذه المفاوضات وننتظر تصريحات أكثر حول هذا الموضوع نعم عبد الرحمن أكد أن هناك مسؤول أمريكي تحدث أن 95% من الحشود الروسية دخلت إلى أوكرانيا هل من تصريحات بالنسبة لوزارة الدفاع الروسية تؤكد أو تنفي هذه المعلومة؟ لا يوجد معلومات من وزارة الدفاع بهذا الشأن فنستطيع القول بأن هذا نفي وزارة الدفاع الروسية هي التي تصدر التصريحات الرسمية فقط عن ما تقوم به القوات الروسية وعدد المنشآت التي تدبيرها أو عدد القوات التي تشارك في هذه العملية الخاصة حتى عندما يسأل المسؤولون الروس إما من الخارجية روسية أو من كريملين بمواضيع ذو صلة بالعمل القوات الروسية فالمسؤولون الروس يوجهون هذه الأسئلة دائما إلى وزارة الدفاع يعني المصدر في هذه المواضيع ما يخص العمليات العسكرية أو القوات الروسية أو أعدادها يعود إلى وزارة الدفاع وبالتالي لا يوجد أي تصريح بهذا الشأن شكرا لك موفدة الشرق لموسكو إديالا الخليلي